السلام عليكم ازاكم يا شباب كنا نتفعل ان شاء الله نحن نكمل التحليل كنا نتفعل انك كنت سواء مختص او غير مختص او تعرف تحليل كواس جدا معنا دلوقتي تحليل الجنان هو تحليل ازاي نعرف نقرأه ونعرف منه ان الشخص ده مصاب بايه او عنده ايه وازاي ممكن نعالج حاجات بسيطة فيه يعني تمام التحليل ده بيكون مقوم من ثلاث اجزاء رئيسية تحليل الفيزيكال اجزامينيشن هو تحليل الخواص الفيزيائية وبيكون موجود هنا في الورقة دي مش موجود فيها تاني حاجة فحص الخواص الكيميائي يعني بيشوف ايه المواد الكيميائية الغريبة اللي ممكن تكون موجودة في البور تالت حاجة يعني ايه يعني ده التحليل تحت الميكروسكوب وده اهم تحليل في التلاتة وده اصل علشانه الدكتور بيطلب التحليل تمام تمام تعالى ناخده واحدة واحدة الفيزيكال اجزامينيشن او فحص الخواص الفيزيائي معنا اول حاجة الفوليوم اللي هو ايه الحجم بقولك ان حجم البول او الحجم كمية البول اللي الشخص بتلاحه في اليوم ده تراوح من نص لتر للتر ونص طب الكمية دي ممكن تزيد اه ممكن تزيد طب بتزيد في حالات ايه تزيد في حالات ان المصابين بمرضى السكر وبيتزيد في حالات اللي عندهم خلل في الفص الخلفي للغدة النخامية طب ليه الفص الخلفي للغدة النخامية بيطلع هرمون اسمه هرمون الـ EDH الهرمون ده اسمه الهرمون المضاد لادرال البول فما بقل كمية البول هتزيد ممكن تزيد وتصل لعشرين لتر انتو متخيلين ان الشخص بيطلع في اليوم عشرين لتر يعني كل لقترح الحمام بتزيد برضو في حالات الناس المصابين بالكورونيك رينا الفلير اللي هو الفشل الكلوي المزمن اللي هو الكلية دلوقتي بازت الكلية دلوقتي ما هي اللي عبارة عن بقت كيس فشت نها تؤدي وظيفتها كيس كل اللي بيجي فيه بتنزله فهنا بيكون فيه كمية بول كبيرة طيب هو من نص لتر للتر ونص الكمية دي ممكن تقل اه ممكن تقل وممكن تصبح اان يوريا يعني اان يوريا معناها لا بول يعني اصلا مفيش بول بينزل طب دي في حالات ايه في حالات الاكيوت رينا الفليا الكلية لسه دلوقتي حصلها فشر والجسم مستغرب اللي بحصل فمش راضي يفرد في حاجة في الجسم فما فيش بول بينزل خالص طب موجود هنا قدامنا ايه موجود راندم سامبل يعني ايه راندم سامبل عينة عشوائية دي العينة بتاع المعمل بيديكوا الكنتينر عشان تملاها وتيج ولازم المفروض تكون يعني طيب حكاية النص لتر واللتر ونص دي بتحدث في العمليات في العنايات المركزة بيعمل كوليكشن لليوم كله علشان يعمل عليها تحليل زي تحليل وظائف الكلا وهكذا يعني تمام تانية حاجة معانا اللي هو القلر اللي هو اللون اللون ده ممكن نستفيد منه ممكن نستفيد منه بدرجة كبيرة جدا طب ازاي اول حاجة النورمال اللون الطبيعي عند الانسان بيكون يلو اصفر كهرماني وهنبقى نزلوكوا لون اه صور ان شاء الله فيها جميع انواع الالوان يعني ومعنى اللون ده ايه المهم اصفر كهرماني علشان موجود في صبغات زي اليورو كروم واليورو بلين تمام اللون ده ممكن يتغير اه ممكن يتغير طب بيصبح ايه لو لقينا البول لونه لون دموي لون احمر معنى كده ان البول ده فيه لام دم او هي مجلوبين طب انا هستفاد ايه معنى كده ان الشخص ده مصاب بالبالهارسيا او مسلا فيه حصوات بتجرح في مجرى البول او فيه كرحة في المثانة او التهاب في المسارك البولية سمام تمام بعد كده معانا الاسبك ايه الاسبك الاسبك دي معناها المظهر او الشكل النورمال بالشكل الطبيعي انه بكون بكون صافي طب ايه الاختلاف او ايه الموجود هنا موجود قصاتكو تربد يعني تربد يعني متعكر طب ليه متعكر الشخص ده البول بينزل فيه كمية من الصديد او فيه دم او فيه رواسب اللي هو فيه املاح الحاجات دي كلها بتخلي البول مصافي بتخليه متعكر اللي هو تربد بعد كده معانا الرياكشن الرياكشن ده تفاعل البول تفاعل البول الطبيعي بيكون حامضي بيكون ايه بيكون حامضي ممكن يصل الستة بي اتش الشخص بقى اللي بياكل بروتينات كتير بتزيد الحامضية عنده وشخص اللي بياكل خضرات والحاجات دي كلها بتتاجه نحو يبقى لوا شوي اللي سبسافي الجرافيتي اللي هي الكسافة النوعية ايه الكسافة النوعية دي الكسافة النوعية دي بتقيس هل بتقيس تركيز البول هل البول ده مركز ولا مش مركز طب انا هستفاد ايه النسبة الطبيعية بتاعتها تتراوح من كام لكام من عشر وخمستاشر لوهه الف وخمستاشر لالف خمسة وعشرين طب برضو انا هستفاد ايه ان اعرف تركيز البول لو لقيت الكمية دي زايدة عن الف خمسة وعشرين معنى كده ان البول مركز يعني بول مركز يعني فيه نقص في اضرار كمية البول دي حاجة الناس المصابين بالفشل الكلوي المزمن بيكون البول بتاعهم كام الف وعشرة النسبة دي سبتة عندهم الكلية فشلت انها تؤدي وظيفتها تمام في الكلية بقت عبارة عن ايه عبارة عن كيس كل اللي بيجي فيه بيتدخلوا بتطلعوا برا الجسم مفيش اي تركيز او اي او اي تصفية للمواد المفيدة للجسم فشلت انها تؤدي وظيفتها الكسافة النوعية بتاعتها بتكون الف وعشرة بعد كده معنا الكيميكال ايه هو الكيميكال معناها فحص الخصائص الكيميائية الموجودة في الجسم الموجودة في البول البول اصلا بيكون في مواد كيميائية بيكون في مواد كيميائية عادية خالص زي اليوريا واليوريك والكلام ده كله في قاعدة معروفة ان الجسم ما بيفرطش في حاجة مفيدة للجسم يعني ايه يعني مسلا الالبوم من ده نوع من انواع البروتينات مش البروتينات دي مفيدة للجسم هل جسمين هيفرط فيها طبعا لا الالبوم من ده اللي هو الزلال دي يعتبر اصغر نوع من انواع البروتينات اكيد طبعا مفروض ما ينزلش بس السلسار الجزئ بتاعه بينزل بنسبة بسيطة جدا تكادلة يعني ايه تكادلة تسكر هوا بقول لك مش موجودة اصلا تمام طيب هو ممكن يكون موجود بس عادي يعني ايه في حالات فسيولوجية حالات طبيعية اصلا اي شخص مننا لو جيفوا الظروف دي الالبوم اللي هو الزلال هينزل فيها زي ايه زي بالضبط الست الحامل الست الحامل والاشخاص اللي بتوقف الفترة طويلة زي الحلايين المدرسين الناس بتاعوته اللي يجيب بروح الجيم بيعملوا مسكرة بيعملوا مجهود عضلي عنيف او الشخص اللي لسه واجب لسه واكل واجبة غنية ببروتينات الحاجات دي كلها عوامل فسيولوجية اي عوامل طبيعية الزلال بينزل فيها طيب نفترض ان شخص عمل التحليل ده وطلع عنده كمية قلبه من كبيرة والست دي دي مش حامل ولا واقف الفترات كبيرة ولا لسه واكلة بروتينات ولا بتروح الجيم ولا الكلام ده ساعتها بقى بنبدأ نشوق ان فيه خلل في الكلية ازاي الكلية فرطت في حاجة زي كده فبنعمل تحليل وظائف كده تمام تمام تاني حاجة معانا الجلوكوز احنا كنا اتفقنا دلوقتي ان اي حاجة مفيدة للجسم هل الكلية هتفرط فيها طبعا لا طب مش الجلوكوز ده مفيد مفيد يبقى كد مش هينزل يبقى الطبيعي خالص ان ما فيش جلوكوز اللي هو السكر في اليورين طب نفترض ان لو لقينا جلوكوز في اليورين هل معنى كده ان الشخص ده مصاب بمرض السكر الكلام ده غلط جدا جدا بقول لك ايه جلوكوز في اليورين مش معنى حاجة يعني مش معنى ان الشخص ده مصاب بالسكر نهائي طبعا لا فيه عوامل في السولوجية اللي هي عوامل طبيعية بنزل الجلوكوز عادي خاضص زي ايه زي بالزبط الست الحامل خمسين في المية من الست من الناس الحوامل اه في الشهور الاولى من الحمل بينزلوا السكر عادي خالص الناس مثلا اللي بيجي لهم صدمات عنيفة صدمات حزنة عنيفة او او حصل موقف زعلان منه خالص فبينزل الجلوكوز ينزل في اليورين مثلا الشخص يجي لك ويقول لك ايه انا انا بنزق بروح اليورين بروح الحمام بنزل كميت بول كبيرة فترة كبيرة يعني وعمل تحليل اليورين وراقيت في سكر انا حاس ان انا كده عندي مرض السكر فانت هتسأله سؤال بسيط خالص هو انت عمل حاج بتاكل كتير هيقول لك لأ ده انا ده انا بقالك يومين كده مليش نفس ولا حاجة معنى كده ان الشخص ده مصاب برض السكر طبعا لا طب ليه مرض السكر خلالي بتاكل حاجات ان هو بكون متصف بتلات صفات حاجة اسمها بولي ديبسيا بولي فاجيا بوليوريا يعني ايه بولي ديبسيا عطش هديد بيعتش وبيش رمية كتير بولي فاجيا بياكل كمية كبيرة ما بيشبعش بوليوريا بيطلع كمية بول كبيرة فبالشخص اللي بقول اللي بقالك دلوقتي بقال يوم مكلتش عنده سكر طبعا لا تمام تمام انكمل دلوقتي الكيتون الكيتون بادز اللي هي الاكسام الكيتونية بتظهر في المصابين بمرض السكر اللي مرتفع عنهم عندهم بنسبة كبيرة وما بيحافظوش عليه ان يترايت طبعا وجودها في اليورين طبعا غير طبيعي الطبيعي خالص لا ما تكونش موجودة البيو البيجمند اللي هي صبغات الصفرة العادي ما بتكونش موجودة بس احنا نسينا نقول حاجة فوق خالص في القرار في القرار اللي هو اللون الطبيعي حاليا ان هو يكون ايه اصفار كهرماني وقولنا ممكن اللون يختلف ويبقى لون احمر وقبنا الحالات ممكن اللون ده يبقى لون اللي هو البن الغامق اللي هو لون الشاي معنى كده اللي هو مصاب لون الشاي ايه? لو هو مصاب لون الشاي معنى كده ان الشخص ده عنده صفرة تمام الشخص ده عنده صفرة والصفرة لها تلات انواع تعال بس راح كده نشوفوا الرسمة دي الصفرة لها تلات انواع في نوع اسمه لو انا افترض ان ده كبد الرسمة دي رسمة الكبد في نوع اسمه بريه هباتيك يعني ما قبل الكبد وفيه نوع اسمه هباتيك وفيه نوع اسمه بوسط هباتيك حابقا نزل لكم الصورة دي طيب لو لقيت اللون لو لقيت الكالر لون بنغامق معنى كده ان الشخص ده مصاب بمرض الصفرة وهنا بنشك في نوعين يعني ما بنشكش في جميع الانواع انه نوعين بنشك فيهم بنشك في نوع الهباتيك والبوسط هباتيك طب ليه هي ايه اصلا البلوروبين او هي البلوروبين دي زيادتها في الدم هي اللي بتسبب مرض الصفر طب البلوروبين دي جاي من نين فيه قرية دم حمراء وهي معادية على الاسبليم بتبدأ تتكسر تمام كل مكونات اللي فيها بتبدأ تتكسر والبلوروبين بيطلع اول ما البلوروبين بيطلع اللي بقابلها الالبومين الالبومين ده يعني زي بالزبط كده اه نتجوازها مثلا وبيبدأ يحكم عليها يقولها ايه انت بصي ولا تنزلي في اليورين ولا هوا ديك ولا خليك تعدل بلات برين باريار اللي هو مش هخليك تعدل الجدار بتاع المخ ولا خليك تنزلي في اليورين تمام فلا تلاقي هذه اعلانة هي طيب لو البلوروبين زاد وكلات الدم الحمراء زاد بنسبة كبيرة معنى كده ان الشخص ده عنده صفرة ومعنى كده برضو انها بريه باتك من قبل الكبد تمام تمام طب لو كان مرض الصفرة النوع ده هل هينزل في البول طبعا لا الالبومين مش هينزله الالبومين هييجي قبل الكبد هنا هو بالزبط ويروح ميدي البلوروبين للكبد البلوروبين هيفقد في شوية تفاولات وهينزل برضو في القنوات المدارية والغاية منزل تحت ده نوع لو حصل خلل في الكبد والبلوروبين زاد هنا معنى كده ان النوع ده هبتك لو لو حصل هنا مثلا حصوة والطريقة افل هيزيد البلوروبين هنا وهنا بنسمي النوع ده بسط هبتك فلو لقينا بلوروبين في الدم في البول لو لقينا صبغات صفرة دي موجودة بنسبة كبيرة في الدم في اليورين اللي هو البول بنشوكه بنوعين بنوع الهبتك والبسط هبتك وتقريبا دلوقتي عرفنا ليه تمام تمام اليورو بيلونجين اليورو بيلونجين احنا اقول له الصفرة البلوروبين اللي ما بينزل هنا بيجي عليه تفاعلات بعد ما يخلص تفاعلات اللي هنا سواء من الارتباط وكده بروح نازل في القنوات بتاعت الكبد دي المرارة دي القنوات الماليارية اول ما بينزل في الامعاء دي الاثنى عشر بتشتغل عليه البكتيريا وبتكون اليورو بيلونجين وده اللي بينزل في اليورين بقولك هنا النورمال تريس الطريق بتاعها تمام يعني بعد كده معاك ايه معاك البلد اللي هو الدم طبيعي خالص الشخص الطبيعي ما بيكونش فيه بلد في الدم بلد في اليورين ما بيكونش فيه دم في البول طب امتى ينزل دم في اليورين بينزل لو الشخص ده مصب البيهاريسيا او فيه حاصبات بتجرح في ماجرى البول او عنده قرحة في المسانة او الشخص ده بياخد ادوية بتزود سيولة الدم فبتخلي الدم ينزل في اليورين تمام تمام ثلاث تحليل واهم تحليل معانا خالص هو المايكروسكوبك ايجزامينيشن هو ايه المايكروسكوبك ايجزامينيشن اللي هو الفحص تحت المايكروسكوب تعالوا نشوف ايه فيه بالزبط المايكروسكوبك ايجزامينيشن دم بيضاء رحت للبكتيريا وبدأت يهاجمها. وفبعد ما هاجمت البكتيريا وتغلبت عليها او البكتيريا هي اللي تغلبت عليها الخلايا دي ماتت. فبعد ما ماتت بنسميها بصل خلايا صددية. بتكون موجودة عادي بنسبة بسيطة جدا. اللي هي تتراوح من صفر الخمس. في ناس ممكن النسبة دي تزيد عندهم وتعدي المية. بتكون اوبر هندرد. طب في الاشخاص دي يبقى عندهم كمية بكتيريا رهيبة. فبنعمل ساعتها. بنطلب من الشخص بانه يعمل مزرعة بنعمل مزرعة بكتيريا يعني. علشان نشوف الشخص ده مصاب باي نوع من انواع البكتيريا وندي له المضاد الحية والمناسب. تمام تمام. بعد كده اللي هي خلاة دم الحمراء بتنزل في حيات احنا دلوقتي في حالات البلهاريسيا او الشخص مصاب بحصوات كراحة في المسانة الاتهابات بياخد ادوية بتنزل دم في اليورين وهكزا. معنا بعد كده ايه 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 معناها الخلايا الطلاقية. دي الخلايا اللي بتطلي المسالك البولية. سواء كانت من حالب او من المسانة. اسمها خلاص تمام تمام. بعد كده موجود حاجة اسمها كاستس. ايه كاستس دي? كاستس دي معناها سطوانات كلوية. برضو مش فاهم. السطوانات كلوية مكونة من البروتينات بتكون موجودة في الكلية. بتكون على يعني هي ايه? اسطوانات مقوناة من البروتينات بتكون موجودة في الكلية. الشخص الطبيعي مبتنزلش في اليورين حاجة. طب لو نفسرد ان الشخص ده نزل الاستوانات الكلوية دي نزلك في اليورين. ساعتها بقى بنشك وبنطلب من الشخص ده يعمل تحليل وظائف تمام? بعد كده معنا الكريستال والامورفس متيريال والكلام ده كلو. يعني ايه? احنا بنطلب من الشخص يعمل تحليل اصلا علشان نشوف هل الشخص ده مصب بالاملاح ولا مش عنده املاح. تمام. دلوقتي احنا انت عندك كريستال وامورفس متيريال. يعني ايه? الاملاح على حسن الشكل. ممكن يكون الاملاح واخد شكل حندسي بنسموها كريستال يعني بلورات. وممكن الاملاح واخد شكل هلامي فبنسميها امورفس. يبقى الاملاح من حيث الشكل. لاما كريستال لاما امورفس. طب ده هو مهم ان احنا نشخصها. اه مهم جدا. طب ليه? الاملاح دي اما نسبتها بتزيد. الكريستال بتبدأ تنفصل عن البول. وبتترسب على جدار على جدار المسال الكلبولية. وتبدأ تعمل حصوة. وتدخل شخص في واجع رهيب وحاجات تانية كتير. فاحنا من المهم جدا ان احنا نشخصها. طيب احنا دلوقتي عالبتنا بنحس الشكل. هي في كريستال وفي امورفس. احنا بقى نقسمها من ناحية ايه? من ناحية التفاعل. هل الاملاح دي حمضية التفاعل ولا قاعدية التفاعل? هنبقى نزلكوا الاملاح كلها بالعلاج بتاعها ان شاء الله. املاح حمضية التفاعل هم تلات املاح. لاما املاح حمض اليوريك او املاح اليوريت. الشخص ده عنده املاح اليوريت اهو. تمام? او الاوكزاليت. طيب الشخص دلوقتي عنده املاح حمض اليوريك او اليوريت. انا هعمل ايه? او ايه علاجه? تدلو فوار عشان ينزل الاملاح دي. فوار اسمه ايه? لو اكان املاح حمض اليوريك او اليوريت بتديه او ايورو سلفين كيس على نصر كوب مياه تلت مرات في اليوم لمدة عشرة ايم ولا حاجة. لو الشخص ده عنده املاح الاوكزاليت زي الكاليسيم اوكزاليت. بتديه حاجة فيها سطرات الماغنسيام. زي الابيماج والزينو ماج. برضو كيس على نصر كوب مياه لمدة تلت ايم في اليوم. اه تلت مرات في اليوم لمدة عشرة ايم ولا حاجة طيب الكاليسيوم اوكزاليت دول املاح كانت في الدم ونزلت في البول هو الهون المهم للجسم الكاليسيوم ولا الاوكزاليت الكاليسيوم طبعا مهم جدا بدرجة كبيرة كمان طيب الاوكزاليت ده عمل ايه الاوكزاليت ده لما دخل جسمك ارتبط بسهولة مع الكاليسيوم وخده نزل فانت دلوقتي ممكن تعال من ناصر الكاليسيوم وايه والاملاح اللي الموجود طب الاوكزاليت ده بتكون موجودة فينه اصلا الاوكزاليت ده طعم ملح طعم حلو بيكون موجود في الشاي والقهوة والشوكولاتة بيكون موجود في الجوافة بيكون موجود في المانجا بقولك لو واحد خد كل خمس حبات في اليوم مانجا في نفس اليوم او اليوم اللي بعده هيتكون حصوات وهينزل دم في اليورين طب الشخص مسلا عنده املاح زيادة انت هتكتبه الفوار وتقول له اشرم مياه كتير اهم حاجة تشرم مياه كتير اصلا لو شفت مياه كتير هتخافف الاملاح دي ومش هتسبب اي ضرر ولا هتتكون حصوات طب بنرجع للموضوع احنا قلنا دلوقتي ان الاملاح بالقسمة من ناحية التفاعل املائح حمودية واملاح قاعدية صح طيب املائح حمودية تفاعل دي قلناها خلاص اللي هي اليوريت واملاح حمض اليوريكاسد واغزاليت املائح قاعدية املائها قاعدية التفاعل غالبا مش هتقابالها اصلا بس هي ي قابلتها هما نوعين بس TRIPLE FUS 음 li هالفوسفات الده البوسفات الثلاثية او الاوربس فوسفات اللي هو املائه للفوسفات الغير مشكلة. لو لقيت الشخص عنده الاملاح دي بتبدأ تكتب له فوار في فيتامين سي. مثلا فيتاسيت فوار. وتطلب منه انه بيشرب لمون كتير. وبرضه بيشرب مياه كتير. دي كل الاملاح وكل حاجة فيها ولازم نخلي بالنا منها علشان الحصوات. بعد كده مكتوب في التحليل اه اوفا. اوفا يعني لو موجود بيضي دان ولا حاجة. والطبيعة ما يكونش موجود. موجود بعد كده يستسل خلايا خميرية والمفروض ما تكونش موجودة برضو. وبعد كده مكتوب لو كانت موجودة حياة زيادة كومنت زيادة في الميوكس. اعتقد يعني الحمد لله بفضل ربنا يعني شرحنا كل حياة في التحليل. اه فما تنسوش يعني اه لو حد عنده رأي او عنده كومنتة واللي حاجة يبقى اكتبه. واستودعكم الله اللي 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 هتضيعه وضائعه. سبحانك الله وحمدك اشتركنا اللي لا تستغفرك كاتوب وليك. ما تستغفوش تماما واللايك واسكرايب للقناة.